معكم مشاهدين بفقراتنا الخدمة الآن إلى الموعد اليومي الدائم فقرة معرض الصحافة بعد الفاصل بين السطور وجولة في أهمة دولتها الصحفة الوطنية والدولية لنهار اليوم كما جرت العادة مشاهدين البداية بالشروق اليوم التي افتحت صفحتها الأولى بأسئلة جديدة في البكالوريا وإسقاط مواضيع الحفظ هذا ما نقرأه في قطاع التربية أما في المنشات لهذه الأسباب تراجع البنك الدولي عن تقريره الأسود حول الجزائر واكتشاف قرورة غاز على وشك الانفجار بمستشفى تبسة وعملية جراحية على أنوار الهواتف أنه قال وماجر يقول أهديت الجزائر كأس إفريقيا كلاعب وسأكررها كمدرب إذن هذه العنوين أو أبرز العنوين الأولى لفتحت بهم الشروق صفحتها لنهار اليوم بالعودة إلى تفاصيل نقراوف في العلاقات الدبلوماسية باماكو تنفي رسميا استدعاء سفيرها لدى الجزائر احتجاجا على ترحيل الأفارقة وكشفت عن لقاء قريب لدراسة كل المسائل المشتركة إذن فندت وزارة الخارجية المالية ما تدولته العديد من وسائل الإعلام يوم أمس بخصوص استدعاء لاستشارة سفير مالي بالجزائر وأضف بيان الخارجية المالية أن مالي تواصل العمل على توطيل العلاقات الصدقة والأخوة القائمة بين البلدين وكانت وسائل الإعلام قد تدولت خبر استدعاء المالي لسفيرها بالجزائر وأيضا لسفير الجزائر بمالي احتجاجا على عملية ترحيل اللاجئين الأفارقة من أفوا من العلاقات الدبلوماسية مشاهدين إلى قطاع التربية نقرأ اليوم في صفحة التربية في جريدة الشروق ثمانية سبيع تأخر في دروس البكالوريا وتقليص 12 أسبوع نتيجة التعديل البداغوجي إذن شيداق وادري قالت أن تعليمات ببناء أسئلة الاستنتاجات والابتعاد عن مواضيع الحفظ هذا ما أبلغته وزارة التربية الأساتذة المكلفين بإعداد الأسئلة والمتواجدين على مستوى الدوان الوطني للامتحانات والمسابقات بضرورة تقيد ببعض التعليمات وأيضا التركيز على الاستنتاجات وأسئلة الفهم عوض أسئلة الحفظ نبقى دائما مع يومية شروق طرد إمام جزائري من فرنسا بتهمة نشر الكراهية وقالت أنه محسوب على التيار السلفي إذن أول أمس قامت السلطات الفرنسية بترحيل إمام جزائري مقيم بمرسيليا في إجراء وصفته وزارة الداخلية الفرنسية بسبب خطبه المتطرفة حيث سبق أن تم توقيف الإمام المدعو عبدالهادي والبالغ من العمر 63 سنة عن النشاط بمسجد السنة في مرسيليا والذي تم إغلاقه لمدة ستة أشهر منذ شهر فيفري الماضي إلا أن قرار الطرد والترحيل تأخر حسبهم وحسب ما جاء في وسائل الإعلام الفرنسية فإن الإمام كان في كل مرة يتحدث عن الكراهية ضد المسيحيين واليهود والشيعة بعبارات صريحة بينما أمس العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا بأن سبب ترحيل الإمام هو خطبة الجمعة التي كانت ضد الهجمات التي شنتها القوات الفرنسية والبريطانية والأمريكية على سوريا الأمر الذي أدى إلى ترحيل الإمام الذي له سوابق مع وزارة الداخلية الفرنسية إلى قطاع نقل مشاهدين مداخل دفع المواطنين لسيارة طريق السيار شرق غرب عبدالغاني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية يقول أنه لا بد من فرض مداخل أو من فرض رسومات على استعمال طريق السيار شرق غرب من أجل صيانته إذن وزير الأشغال العمومية كشف أيضا أنه مشروع ازدواجية الطريق شمال جنوب سيستلم نهائيا في 2019 مشيرا أنه سيقلس كثيرا فترة قطع الطريق المعتادة التي كانت تناهز الساعة في بعض الأحيان نظرا لحركة المرور الكبيرة ليشهدها المقطع إذن الوزير على هامج زيارته إلى ولاية المدية قال بأنه يجب فرض رسومات على استعمال الطريق السيار وأيضا سيتم مشروع في نظام الدفع لاستغلاله نبقى دائما مع قطاع النقل عفوا مشاهدين لكن هذه المرة إلى عاصمة البلاد إشارات المرور الذكية لفك الخناق عن العاصمة وانطلاق النظام الجديد رسميا عبر عديد البلديات إذن تدعم النظام بكاميرات مراقبة متطورة مشروع إشارات المرور الذكية اللي عرف العديد من التأخرات منذ تولي عمار غول حقيبة وزارة النقل لكن يبدو أنه سيرى النور قريبا بشراكة مع شركة موبايل الإسبانية واللي راح تزود أكثر من 500 مفترق طرق بإشارات ضوئية على مستوى العاصمة وأيضا سيتم الاعتماد على نظام ذكي لمنح السائقين المعلومة وأيضا تسيير حركة الراجلين نبقى دائما مع أخبار الجزائر في يومية الشروق هذه المرة إلى السفينة الجزائرية اليونس 2 لشهدة نهاية راجلية بعد 17 يوم من اختفائها البحر يلفظ جثة أحد عناصر الطاقم بشاطئ في إيطاليا إذن وحدات خفر السواحل بمقاطعة توريتا بمدينة سقيلية جنوب إيطاليا قامت صبيحة أمس الجمعة بانتشار جثة بحار جزائري من عناصر طاقم سفينة يونس 2 المفقودة بعرض سواحل المتوسط منذ الثالث من شهر أبريل الجاري في انتظار ربما الكشف عن هوبية البحار الذي عثر عليه تبقى الآن العديد من التساؤلات بخصوص مصير البحار الجزائريين لا يزال مجهول والبحار المفقود مشري علي وأيضاً البحار المفقود العايب فريد نبقى دائماً مع أخبار الجزائر العميقة لكن هذه المرة إلى ولاية تبسة حيث شهد مستشفى ولاية تبسة حدثة غريبة من نوعها بعدما سقط البروجيكتور يقوم الطبيب باستعماله في عمليات الجراحة أثناء العملية الجراحية سقط البروجيكتور لحسن الحظ على كتف الطبيب الأمر الذي خل العملية تتأخر لعدة ساعات ويقوم بها فريق طبي آخر لكن الغير العادي أنه لجنة التحقيق القاتبي أنه البروجيكتور تم قطعه بآلة حد بشكل عمدي ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل أيضاً إلى عنبر الجراحة أين تم اكتشاف قارورة غاز على وشك الانفجار أمر الذي خل مدير المستشفى يقوم برفع دعوة قضائية لدى السلطات الأمنية ضد مجهول الآن مشاهدين إلى قطاع الثقافة أحمد ماضي ينتحل صفة رئيس النقابة وعهدته انتهت منذ أربع أشهر أعضاء يهددون باللجوء إلى القضاء بعد استحوذه على مفتاح المقر إذن نقابة النشرين لتزال تشهد العديد من تجاوزات بعد بسبب أقول الصراعات الداخلية داخل النقابة إذن أحمد ماضي رئيس النقابة صار غير مرغوب فيه رقم واحد داخل النقابة ونائبه يقول تحايل علينا وكذب بشأن مشاركة النقابة في معرض إلى الرياضة في يومية الشروق في الجولة الـ 26 من الرابط المحترف الأولى السياسي يقترب من اللقب العميد يبتعد والحراش وبالعباس أكبر الخاسرين إذن فريق شباب قسنطينا يقترب من افتكاك لقب البطولة وثاني كأس في مشواره بينما الحراش وبالعباس يتكبدان خسائر وهم الآن مهددين بسقوط إلى درجة ثانية إذن هذه الجولة انتهت كالتالي شباب لوزداد هدف شبيبة القبائل هدف لمدية 2 مولودية وهران صفر شباب قسنطينا 2 اتحاد العاصمة هدف اتحاد بالعباس صفر شبيبة الصورة هدف وفاق سطيف 5 لبليدة 2 بسكرة هدف نادي بارادو صفر اتحاد الحراش هدف دفاع تجنانت هدفين مولودية الجزائر هدف ونصر حسين داي لحقق المفاجأة فاز بهدفين هو أيضا يقترب من البوديو مشاهدين نختم جولتنا في الشروق اليومي بأحوال الضقص إذن أسبوع صيفي على الجزائريين بداية من اليوم وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حسب ما توقع بها الدوان الوطني للأرساد الجوية الولايات الوسطى والغربية تشهد موجة حر شديدة بداية من الأسبوع القادم ودرجات الحرارة تصل إلى 27 درجة يومي الثلاثة والأربعاء أما في الفترة الليلية فستتراوح ما بين 21 و23 درجة والأجواء ستكون مشمسة درجات الحرارة في العاصمة ستكون 25 في وهران 25 عنابة 22 أما المدن الداخلية فستتراوح ما بين 28 و31 درجة وتصل إلى 35 درجة في الجنوب و37 درجة في أقصى الجنوب إذن هذه أحوال التقص حسب الديوان الوطني للأرساد الجوية نوصل جولتنا في أخبار الصحف والصحافة مشاهدين أمين الشروق إلى يومية المحور الصادراء أو أمينة أرادت الخبر يلا معليش ندرولك خاطرك أمينة إلى يومية الخبر الخبر نفقات المؤسسات التربوية تحت مجهر مفتشيات المالية وتقليص ميزانية إطعام التلاميذ وترميم السكنات الوظيفية على عاتق شاغليها نقرأ أيضا أطباء المقيمون يصاعدون وسرقة كابل هاتف يحرم مواطنين من الأنترنت بأرزيو وأسواق سنطينة العتيقة تقاوم رياح التغيير إذن هذه أهم العنوين اللي جات في يومية الخبر لنهار اليوم من الخبر إلى المحور المحور لفتحة عنوان عريض العمر لله السعودية تمنع وكالات السياحة والصفر الجزائرية من تنظيم الزيارات للمعتمرين في مكة بسبب قيام بعضهم بإحياء البداع في تلك الأماكن وبماكوتا في استدعاء سفيرها لدى الجزائر وروراوة يتراجع عن حضور أشغال جمعية الفاف إذن هذه أهم العنوين اللي كانت في جريدة المحور لنهار اليوم من المحور الروح إلى يومية النصر صدر بقسنطينة نقرافستريمر هكذا يكتشفت أدلة قتل إبراهيم وهارون وفك لغز الحوت الأزرق النصر تدخل المخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة هلاك ثلاثة أطفال غرقا في بيركا برأس المعاد ببسكرة والسنافر يقتربون من حسم اللقب وتجنان تفجر مفاجأة إذن هذه أهم العنوين في يومية النصر لنهار اليوم نختم جولتنا في الصحف الوطنية بيومية الحوار حسب اللاوي أمام امتحان عسير وقانون الصحة غدا أمام البرلمان ونقابات القطاع متخوفة والشيخ سينيجرا يحرم حملة خليها تصدي بينما شكيب خليل اللهو يدعم الرئيس لعهدة خامسة وقصد القضاء على التهرب الضريبي أحمد أويحيا يقول مخطط رقابي خاص في الموانئ والحدود من الصحف الوطنية مشاهدين إلى الصحف الدولية ويومية العربية الجديدة لفتحة صفحتها الأولى بعنوين البحرين صناعة العنف الطائفي وسوريا روسيا تشهر ورقة التقسيم إذن هذه أهم العنوين اللي جات في يومية العربي لنهار اليوم بالعودة إلى تفاصيل جمعة الشهداء والأسرة وأسبوع رابع من تحدي الاحتلال وشهداء إذن يوصل أشقائنا وإخوتنا في فلسطين انتفاضتهم المستمرة منذ أربع أسبوع ككل جمعة هذه الانتفاضة لوجهتها سلطات الاحتلال الصهيوني بوابل من الرصاص المطاطي والحي ما أدى إلى وقوع جرحى وتسجيل شهداء في آخرهم الشهيد البلغ من العمر 15 سنة يومية العربية الجديدة أيضا سلطت الضوء على ما يحدث في تركيا انتخابات مسبقة في الرابع والعشرين من جوان انتخابات برلمانية ورئاسية وهذا قصد وضع التركيا على سكة الطريق الصحيح حسب ما قالوها أعضاء من حزب العدالة والتنمية العربي الجديد عادت إلى الأسباب السياسية والاقتصادية والتدعيات والتوقعات لهذه الانتخابات منها السياسة إلى الرياضة في العربية الجديد إذن المدرب الفرنسي أرسين فينجر رحيل عن فريق أرسنال بعد 22 سنة كان الرحيل هكذا عنوانات العربي الجديد بصورة كبيرة وقالت أن القرار سيسعد جماهي الفريق التي سبق وأن طالبت برحيله في العديد من المرات نختم جولتنا دولية بيومية القدس العربي أربع شهداء ومئات الجرحة في جمعة الشهداء والأسرة والعديد من المواضيع الأخرى كما جرات العدنقرة وأيضا نجمة هوليود بورتمان ترفض أهم جائزة إسرائيلية احتجاجا على قمع الفلسطينيين في خرجة أثرت استغراب الصحافة الإسرائيلية بينما في الصفحات الداخلية حبينا نختم جولتنا بالأخبار الفنية اليوم في يومية القدس العربي وبالتحديد إلى حفلة الميريكس دور لحتضنات وقاعة كازينو لبنان إذن مسلسل الهيباح صد الحصة الأكبر من جوائز الميريكس اللبنانية وأيضا أغنية هلب الخميس خضات لقى جائزة أفضل أغنية خليجية أيضا تم تكريم سهيلة باللشهب وأيضا المسلسل الجزائري الخاوا كأفضل عمل درامي مغاربي بإذن ألف مبروك لكل الجزائريين لفازوا في مسابقات الميريكس دور مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا في أخبار الصحف والصحافة شكرا